السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونسأل المغربي اليوم يجاب لكم وصفة بالمراية وأحمر الشفاء سوف تجعل حبيبك يركع وارك وناديم على فرق يبكي على فرق ولو حصل بينكم فرق شغور وأعوام سوف يأتي وهو ناديم على الفرق بهذه الوصفة يعني وصفة معجزة تعطي نتجات مدة قصيرة أول شي سوف نقوم سوف نأخذ مراية مراية خاصة بك وأحمر الشفاء خاص بك ونقسمه إلى أربعة خانات مثل هذه أول شي نكتبه وهو جلب في الخانة الأولى نكتب جلب جلب هكذا جلب في الخانة الثانية أيضا نكتب جلب في الخانة الثالثة نكتب اسمك مثلا اسمك علي سبيل المثل مريم وعلى سبيل المثل اسمه هو علي سبيل المثل أحمد سوف نكتب أحمد هكذا على المراية يجب أن تكون المراية خاصة بك ثم نأخذ طلتم ونكتب عليه ما سأملع عليك الآن ما سأملعيك يعني سبحان الله وصفه مع تجهزات في مدة قصرة أول شوف نكتبه يا مرايتي يا زينة المرايات اجعليني في عينه مثل الأميرات يا مرايتي يا زينة المرايات يعني أجمل المرايات اجعليني في عينه مثل الأميرات سوف تجعلك في عينه مثل الأميرات لا يخوني ولا يفكر يتزوج علي ضريرات لا يخوني ولا يفكر يتزوج علي ضريرات يعني لا يخونك ولا يجيب عليك ضرارة ولا ضريرات يعني سبحان الله وصفة معجزة وصفة معجزة تعطي نديجة في مدة قصيرة يفخوني ولا يفكر يجيب عليها ضريرات ثم نعود للسطر ونكتب ما سأعمل عليك بالحرف يعني سبحان الله وصفة معجزة كل من جربت لاحظة الفرق ولاحظة النديجة في مدة قصيرة وتأتيني دائما الرسائل نريد وصفة تعطي نديجة في مدة قصيرة هذه هي الوصفة التي تعطي نديجة في مدة قصيرة يا مرايات زينة المرايات اجعلني الفعينه مثل الا انه يفكر HE يتزوج على الي ضررات يعلي اجلو بيه واجعليه مطيع ولكلامي سامع. اجلي بيه واجعليه مطيع ولكلامي سامع. ثم تعود للسطرة تكتبين انا انا فلانة بنت فلانة جلبتك يا فلان ابن فلانة. يعني اسمك واسم امك ثم اسمه واسم امي. اذا لم يتلفر معك اسم امي سوف تكتب مكان اسم امي حواء. ما كان اسم امي حواء. اذا كان حبو يقول من ما هو اسم إمي. سوف تكتبين اسم امي حوى. اسم امي حوى يعني سبحان الله ووصفه مع ججرة تنزود الثاني خسائره. ثم نأخذ بالملاياه ونضع ه فوق الطرصوم هكذا مباشرة ونقوم بتغطيته بالطرصوم هكذا. هكذا بالتلصوم ب الكامل. ثم نحتفظ بهذا الطرصوم. يعني في مكان ملابسك. في مكان ملابسك يعني دولابك في خزانتك في شنطتك. المكان الذي تحتفظين في ملايزك وتحتفظين بحاجاتك. يعني سبحان الله مباشرة بعدها الوصف بعدها ان تحصفي سوف تلاحظ النتيجة.